يعني كان فيه زمان واحد من الصحابة اسمه ربيع ابن كعب الأسلامي رجل جميل قوي كان في البادية بيرعى غنم ولما علم بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة حبي يروح يشوف النبي ده يعني فقد أجز من شغله من رعي الغنم ودخل مدينة المنورة شاف سيدنا النبي وسمع كلام سيدنا النبي فآمنا بسيدنا النبي ورجع إلى القبيلة بتاعته وقال لهم قد الغنم بتاعتك يا جماعة شكرا واستأذن أهله أنا هروح أعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة طب هتعيش فين طب ازاي طب ايه محل إقامتك مفيش محل إقامة كان فيه مسجد فيه مسجد رسول الله فيه مكان كده بيجلس فيه أهل الصفة فقراء المسلمين كان ده محل إقامتهم ومو الصحابة رضوان الله عليهم اللي عنده وجبة زيدة ولا بتاعي روح يدها لهم يعني كانوا عايشين على المعونة أيوة مكان كده في المسجد النبوي وورا بيت سيدنا النبي على طول كان بيجلس فيه أهل الصفة في المسجد النبوي أهل الصفة مين دول حضرتك اللي هم فقراء المسلمين ما كان لهم مأوى غير المسجد طيب والأكل والشرب واللبس والكلام ده هم عايشين على المعونات من الصحابة رضوان الله عليهم كان في المسجد النبوي كان فيه حبل مربوط ما بين سريتين من سواري المسجد ما بين عمودين واللي عنده حاجة زيدة بيرحطها على الحمل واللي محتاجة ياخدها واحد عنده مثلا ثوب ثوب زيادة قميص يروح يحطه على الحمل واللي محتاجه ياخده واللي عنده أكل وهكذا فربيعة جاءت في المسجد النبوي واشتغل خادم لرسول الله عليه السلام كل يوم مهمته يروح يجيب المياه النبي يتوضى بيها فإذا صلى النبي للعشاء جلس ربيعة بن كعب ده عند باب رسول الله حتى يغلبه النوم يعني لحد أو النبي طلع له وقول له يا ربيعة روح أنا شمعتك حاجة هو ده ربيعة خادم رسول الله عليه السلام في يوم من الأيام حضرات جايب مياه للنبي بيتوضى فالنبي بيقول له يا ربيعة سل تمنى علي أطلب أطلب أي حاجة أعمل حالك فربيعة قال له تبقى أفكر في أمري يا رسول الله تسمح لي أفكر أخذ وقتك ففكر ربيعة قال للنبي أنا لي أطلب لي أطلب قال اتفاضل يا ربيعة قال له أسألك مرافقتك في الجنة حيث أكون رفيقك في الجنة يا رسول الله فالنبي قال له أو غير ذاك في حاجة تانية قال له لا هو ذاك هو ده طلبي فعارفين النبي قال له يا حضرات قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود إذا كان كثرة السجود تخليك رفيق النبي في الجنة مش هينضى هينضى هو اللي هينضى في القلوب كثرة السجود اللي حيزيل آلام آلام النفس ومحن والشدائد اللي على الفؤاد اللي على القلب كثرة السجود ترجمة نانسي قنقر